بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أبنائي وبناتي حياكم الله مع حصة جديدة مميزة لماذا هي مميزة؟ لأنها من أفضل الحصص مع خير الكتب مع كلام الله عز وجل بالأمس ماذا تناولنا؟ هل تتذكرون؟ ماذا تناولنا بالأمس؟ محور حديثنا في الحصة السابقة كان حول ماذا؟ نعم أحسنتم بارك الله فيكم كنا نتحدث عن آداب القرآن الكريم وركزنا أيضا على فضل القرآن الكريم يكفينا أنه أن الذين يحفظون القرآن الكريم ويتلون القرآن الكريم هم أهل الله وخاصته هم أهل الله وخاصته يكفينا شرفا أن من يقرأ القرآن ينال الشفاعة في الآخرة بارك الله فيكم اليوم بإذن الله سيكون معنا أول سور المنهج وهي من سور الحفظ هذه السورة ابتدأت بإسم من أسماء الله عز وجل وهي من بدايتها إلى نهايتها تتحدث عن نعم الله عز وجل على خلقه هذه النعم التي تعرفنا بالله عز وجل معنا سورة من سور الحفظ وهي سورة الرحمن فكونوا معي لكن قبل أن نتلوها لا بد أن نتحدث عن الأهداف التي نسعى لتحقيقها في كل حصة من حصصنا الدراسية هذه السورة حفظ سورة الرحمن من الآية 1 إلى 18 أهداف الدرس أهدافنا أولها أن يتأدب الطلاب بآداب القرآن فللقرآن آداب لا بد أن نحترمها الهدف الثاني أن نقرأ الآيات قراءة صحيحة مع مراعاة ضبط الحركات وأيضا أحكام التجويد الهدف الآخر وهو التدرب على كيفية حفظ الآيات الهدف الآخر أيضا ونحن نقرأ هذه السورة نستخرج بعض الأحكام التجويدية والهدف الأساسي الذي نسعى إليه في هذه الحصة وهو حفظ الآيات تنبيهات تنبيهات لابد أن نتطرق إليها من باب التذكير يا أحبابي التنبيه الأول إخلاص العبادة لله عز وجل لابد لمن يريد حفظ القرآن يريد حفظ سورة من القرآن ولو حتى آية أن يخلص العمل لله عز وجل قال تعالى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ التنبيه الثاني تعظيم الله تعظيم الله عز وجل لابد أن نعظم الله سبحانه وتعالى في أنفسنا ومن خلال أعمالنا تعظيمنا لله عز وجل يعني احترامنا للقرآن وعدم التشاغل عن هذا القرآن فبمجرد أن ندخل في هذه الحصة بمجرد أن نضع المصحف أمامنا لابد من هذا التعظيم واحترام هذا الكتاب نحرص يا أحبابي أيضا على الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم لابد من الحرص على هذا فالشيطان يوسوس للإنسان ويقتنص الفرص من أجل أن يخرب على الإنسان هذه العبادة أيضا التركيز فبمجرد أن نفتح المصحف ونفتح السورة المراد تلاوتها أو حفظها لا بد من تركيز النظر في السورة أو في الآيات الاستماع والإنصات للآيات نصغي السمع لا نستمع فقط ولكن لا بد من إصغاء السمع للآيات التي تتلى حتى نحصل على النتيجة وهي أن تكون القراءة صحيحة سليمة من الأخطاء الجلية ومن ثم يتم حفظ هذه الآيات بشكل سليم استخدام جدول نضع يا أحبابي جدول هذا الجدول من اليوم لدينا الآن من سور الحفظ سورة الرحمن من الآية 1 إلى الآية 18 كما ترون هذا هو الجزء مطلوب حفظه فوضع الجدول ينظم بالنسبة لنا عملية الحفظ سورة الرحمن كيف أتمكن من حفظ الآيات هذه من الأدوات التي تمكنني من حفظ الآيات لا بد من تركيز النظر إذن تركيز البصر في ماذا في الآية السمع إصغاء السمع لا نكتفي فقط بالنظر إلى الآية ولكن نسمع هذه الآيات ليتم تصحيح الخطأ التكرار فالحفظ يعتمد على تكرار الحفظ يعتمد على النطق باللسان وترداد الآيات قد تصل بناء الآية إلى 15 مرة نحفظها إلى 15 إلى 20 المهم التكرار التكرار المستمر وأيضا ربط الآيات ببعضها البعض الكتابة وهذه أيضا طريقة تساعد على الحفظ وهي كتابة الآيات فكل منكم حسب النمط الذي يكون عليه هذه السورة التي سنتناولها بالحفظ كما ترون أمامكم سألقي الضوء على بعض الكلمات وأسألكم قبل أن نستمع إلى المقرأ عن بعض النقاط هنا لاحظوا معي ابتدأت السورة باسم الله الرحمن لاحظوا معي طبعا هناك ألف صغيرة ماذا تعني؟ ماذا تعني هذه الألف؟ نعم تفضلي؟ أحسنتي تعني أن هناك حرف أو مد آخر لكن يكتب بالإملاء هكذا الرحمن لكن في الرسم العثماني كما تشاهدون في المصحف يكتب هكذا الرحمن طبعا بدأ الله سبحانه وتعالى أن يعرفنا بنفسه ما فائدة الفهم والتأمل والتدبر ما علاقة ذلك بحفظي الآن؟ نعم تفضلي؟ نعم يساعد على الحفظ كيف أحفظ بدون فهم؟ الله سبحانه وتعالى ماذا يقول؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها لا بد من التدبر والتأمل فهذا طريق فهذا هو الطريق إلى حفظ الآيات بكل يسر وسهولة طبعا نطبط علم القرآن نطبط الحركة ننتبه إلى الشدة على اللام ننتبه الفتحة على العين والميم وانظروا معي علم القرآن طبعا هنا مد مد شبيه بالبدل في القرآن بسبب تقدم الهمزة على الألف ننتبه دائما يا أحبابي إلى الضبط لا بد أن يكون النطق سليما لا بد أن أضبط الحركة أضبط الحركة أضبط حتى العلامات اللي موجودة الآن في المصحف في السورة التي أمامي أضبط التجويد كل هذا كل هذا يساعد على الحفظ بسهولة ويجعل من حفظي حفظا متيلا خلق الإنسان ما نوع الحكم التجويدي أنتم طبعا أخذتم في السابق أحكام تجويدية فهنا عندما أرى نون ساكنة وبعدها حرف السين ماذا يعني كيف ينطق تفضلي أحسنتي إخفاء بارك الله فيك أحسنتم هنا إخفاء بسبب نون ساكن أحسنتي بعدها حرف السين لاحظوا الإنسان الرحمن كلها أيضا كما ذكرت لكم تعتبر هذه الألف من الرسم العثماني هنا لاحظوا علمه البيان طبعا هلآن أنا قرأت معكم تقريبا أربع آيات كيف يمكن لي حفظ هذه الآيات نعم كيف سأحفظها قرأتها الآن قراءة صحيح تأملت معناها ضبطت الحركات كيف سأحفظها هل أنتقل ما رأيكم ما رأيكم نعم أنت تريدين الحفظ نعم نعم أريد حفظ هذه الآيات فقط فهنا قدرتي على هذه الآيات الآن أن أحفظ هذه الأربع طبعا تختلف بينكم القدرات هناك من يستطيع أن يحفظ أكثر لكن لكي يكون الحفظ متقنا سأبدأ بهذا الجزء أحفظ هذه الآيات مثلا وأكرر الحفظ عدة مرات أكرر الحفظ عدة مرات إلى أن أتقن تماما ما حفظت ثم بعد ذلك أكتفي بذلك ماذا أفعل أنتقل إلى ما بعده الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان سأقف هنا طيب وبعدين ماذا أفعل أعود بعد حفظ هذه الآيات أعود مرة أخرى للآيات التي قبلها وأكرر كيف أعلم أنني حفظت عندما أقرأ هذا الوجه كما لو أحد سألني عن اسمي بحيث أستطيع أن أسمع الآيات دون النظر إلى المصحف ومن الوسائل التي تساعدنا على الحفظ بسهولة نعم أيوة أن يكون لنا مصحف خاص بنعم طيب تأملوا معي هنا يحصل دائما خطأ من البعض في نطق هذه الآية تأملوها معي ألا تطغوا في الميزان كيف يحصل الخطأ بعدم ضبط الحركة ألا تطغوا فهنا لدي الطاء من حروف التفخيم والغين من حروف التفخيم لكن التاء ننتبه ليست من حروف التفخيم ألا تط ننتبه للحركة أكثر يعني ما أسمعه من أخطاء في هذه الكلمة على حرف التاء وأحيانا في الغالب على حرف الغين بحيث تغير حركة الغين من الفتح إلى حركة أخرى اضبطوا يا أحبابي حركة هذه الكلمة هنا أيضا في الآية التاسعة وَأَقِيمُ الْوَزْنَ بِالْقِسْطُوا ماذا تلاحظون؟ نعم بالقِسْطُوا كيف تنطق هنا سين وهنا طاء لكن يحصل من البعض قراءة هذه الكلمة من الآية بحركة أو بحرف آخر فتغير السين بسبب وجود الطاء إلى حرف آخر السين حرف مرقق وليس من حروف التفخيم والطاء هنا من حروف التفخيم فتقرأ الكلمة بخطأ فننتبه يا أحبابي إلى كيفية النطق بهذه الكلمة بالقِسْطُوا نعم أيضا هنا في الآية الرابعة عشر خالق طبعا إذا أحببنا أن نلقي يعني الضوء على هذه الكلمة من بدايتها كنت سأذهب إلى كلمة أخرى خالق لحظه هنا لدي هي حرف تفخيم وهو الخاء وأيضا القاف لكن ما الذي يحصل ما رأيكم في من قرأها خلق ما الذي حصل جعل جميع الأحرف مفخمة فاللام ليست من حروف التفخيم خلق وإنما من حروف الحروف المرققة هنا هذه الكلمة أيضا ننتبه من صل صال كالفخ هنا صل صال ننتبه كيفية نطق الحركات فيها صل صال انتبهوا يا أحبابي أيضا هنا وخلق الجنة فننتبه أن هناك مد هناك مد وهو مد لازم مقداره ست حركات وأيضا ننتبه للنون أن عليها شدة وعليها فتح فأحيانا تقرأ بشكل خاطئ فانتبهوا يا أحبابي أيضا عندما نريد الحفظ لا ينتبس علينا الآيات التي تتشابه فننتبه هنا خلق الإنسان وهنا وخلق الجنة فننتبه دائما إلى تسلسل الآيات ومعاني الآيات حتى لا نضع آية مكان الآية الأخرى هنا الله سبحانه وتعالى طبعا لو أحببنا أن نستخرج فائدة من هذه الآية فبأي آلاء ربكما تكذبان طبعا نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة لا يستطيع العبد إحصاؤها فلا بد من شكر الله عز وجل على هذه النعم ننتبه أيضا للمدود ننتبه للحركات مهم جدا يا أحبابي أن نتعلم كيفية النطق بالكلمة أيضا بضبط الحركة يعني نحن أحيانا نعاني من عدم ضبط الحركات ولا يتأتى هذا الضبط الصحيح إلا بالسمع فالمرجع الوحيد للقرآن الكريم هو سماع الآيات من مقرئ مجود قد يسأل البعض ما المقصود ونخلو ذات الأكمام ما المراد بالأكمام هي أغلفة التي هي الثمار والحب هل هناك أي سؤال يا أحبابي واضح طيب ما رأيكم الآن نركز النظر في المصحف ونستمع للآيات من المقرئ كونوا معي تفضلوا نستمع سويا بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالكسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وخلق الإنسان من مارج من نار وخلق الجن من مارج من نار رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان بارك الله فيكم على حسن الاستماع والإنصات لكلام الله عز وجل لا تنسوا يا أحبابي حفظ هذه الآيات المقررة لا تنسوا تعاهد الحفظ باستمرار تلاوة القرآن باستمرار قال صلى الله عليه وسلم تعاهدوا هذا القرآن هو الذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها إلى هنا وننتهي عند هذا المقدار من الآيات إلى أن ألقاكم غدا بإذن الله تعالى استودعتكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته